ثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حيث وصرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة وخلال اجتماع لمبتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وجه رئيس سيسي بالتكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية كما شدد الرئيس سيسي على أن الهدف الأساسي من جهود الدولة هو تحسين أحوال المواطنين قال عضو في حركة الجهاد الفلسطيني لرويترز أن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين وأوضح المسؤول أن المحادثات ستركز على سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال يقصف الطرق بين مخيمات المنطقة الوسطى بالقطاع لإعاقة وصول سيرات الإسعاف للأماكن المستهدفة يأتي ذلك بعد استشهاد أكثر من سبعين شخصا وإصابة مئات غالبيتهم من الأطفال والنساء وفي مجزرة جديدة ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي القصة الصيبة بمخيم جبالية شمال قطاع غزة وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة في الأفراد والعتاد نتيجة تلك المواجهات التي وقعت أيضا في خان يونس ومناطق أخرى بالقطاع ومن جانبه أعلن جاش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين في تلك الاشتباكات وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية في مدينة جينين اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية المدينة ودهمت عددا من المنازل وسط إطلاق النار ما أدى إلى اندلاع مواجهة وفي مدينة رامال اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دير عمار وسط اشتباكات مع عدد من الشبان ورياضيا يلتقي الأهلي اليوم مع سراميكا كيلوباترا في الدور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري والتي ستقام في الإمارات وفي مباراة أخرى بالدور ذاته يوجه بيراميدز فريق فيوتر ويلتقي الفائز من المبارتين يوم الخاميسة المقبل في نهائي كأس السوبر الذي يقام لأول مرة بشكله الجديد ختم موجهة الثامنة فاصل ونعود لحظاكم استكمال باقي فقرات صباحا خير يا مصر